ضربة جديدة وجهتها حركة طالبان في حملتها الرامية إلى استهداف رموز السيادة في أفغانستان هذه المرة كان الهدف اغتيال حاكم ولاية بروان نفذت طالبان عملية عسكرية معقدة مكنتها من استهداف مقر الحاكم لكنها لم تتمكن من قتله وبدلا من ذلك سقط ضحايا آخرون أغلبهم من الموظفين المدنيين وقع الهجوم خلال اجتماع لكبار المسؤولين في الولاية مع مستشارين أجانب لكن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلى غرفة الاجتماعي نفسها دخل عدد من المهاجمين إلى المبنى فجر الأول نفسه فقتل ثلاثة من رجال الشرطة ثم فجر أربعة آخرون أنفسهم داخل غرفة في المقر حاول أحدهم دخول مكتبي لكن شرطيا قتله قبل أن يتمكن من ذلك الهجوم الذي نفذته طالبان كان يرمي إلى التخلص من عدو قديم للحركة هذا الرجل من القادة الميدانيين الذين قتلوا حركة طالبان بنى في فيتها على أفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي وهو شخصية مهمة من منظور حركة طالبان واستهداف هذا الرجل مهم بالنسبة لحركة طالبان وإن استطاعت حركة طالبان أن تستهدف هذا الرجل اليوم في هذا الهجوم لكان انتصارا كبيرا لهم ألهبت طالبان صيف أفغانستان لهذا العام بسلسلة عمليات استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية والهجوم الجديد يصب في هذا الإطار بمدلولاته العديدة فولاية بروان ظلت في منأة عن الهجمات التي تشهدها أفغانستان ما يعني أن طالبان نجحت في إدخال منطقة جديدة إلى دائرة الاستهدام وتقع الولاية على بعد 50 كم فقط شمال كابل في مؤشر إلى اقتراب هجمات طالبان من العاصمة رياض الحاج بي بي سي ترجمة نانسي قنقر